بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع قناة درس الرياضيات اونلاين. طبعا الاسم على خمسة. في ناس بتسأل. يا طرف في حالات للاسم على خمسة? ايوة في حالات للاسم على خمسة. والتلات حالات دول انا هعلمهم لك المهاردة بيكون لسؤولة بس ركز في الفيديو. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناة بتاعتنا. نشوف كده مع بعض. التلات حالات للاسم على خمسة مهمين جدا ولازم تعرفهم. اول حالة. لو انا بقسم على خمسة وكان احد العدد المقسوم صفر. دي الحالة الاولى. يا طرى بعمل ايه? الحالة التانية. لو انا بقسم على خمسة وكان احد العدد المقسوم خمسة. بعمل ايه? الحالة التالتة. لو انا بقسم على خمسة وكان احد العدد المقسوم له صفر وله خمسة. بعمل ايه? ركز جدا في الثلاث حالات دول. لان دول هما الثلاث حالات المهمين جدا للإسمة على خمسة. ركز كويس عشان نعرف الطريقة الجهنمية الطريقة الرائعة النهاردة للإسمة على خمسة. نبدأ كده مع بعض. تلتمية وخمسين على خمسة. دي الحالة الأولى. العدد المقسوم تلتمية وخمسين أحده صفر. لما يكون أحد العدد المقسوم صفره بقسم على خمسة خد العدد اللي هو على إصار الصفر ده. اللي هو الخمسة وثلاثين عندي هنا. واضربه في كام؟ اضربه في اتنين. الخمسة وثلاثين في اتنين بيكام؟ بسبعين. اكتب سبعين. امسك الآلة الحزبة وشوف معايا. نشوف مسألة كمان. ربعمية وخمسين على خمسة. أنا عندي ربعمية وخمسين الأحد هنا كام؟ الأحد صفر. يبقى أخذ العدد اللي على يصار الصفر ده كله. واضربه في كام برضه؟ اضربه في اتنين. الخمسة واربعين في اتنين. بتسعين. اكتب تسعين. طرق سهلة جدا وسريعة كمان. أسرع من الآلة الحزبة. طب ستمية وعشرين على خمسة. الأحد هنا بتاع العدد المقسوم صفر. اخذ العدد ده اللي عليه من كله واضربه في كام؟ واضربه في اتنين. لما تضرب اتنين وستين في اتنين هيطلع لك كام؟ هيطلع لك مية اربعة وعشرين. اكتب مية اربعة وعشرين في الناتج. شوف كده يمسك الآلة الحزبة وجرب معايا. دي الحالة الأولى للإسم على خمسة. لو كان أحد العدد صفر بعمل ايه؟ باخد العدد اللي على يصار الصفر ده كله واضربه في اتنين. وحط الناتج وانا متطمن وببقى كمان أسرع من الآلة الحزبة. طيب. الحالة التانية ايه بقى؟ لو أنا بقسم على خمسة والأحد بتاع العدد المقسوم خمسة ستمية وخمسة وعشرين. الاحب بتاعها خمسة. بعمل ايه؟ تاخد العدد اللي عليه من الخمسة ده كله تمام؟ اللي هو الاتنين وستين. وتضربه في اتنين وتحطوله واحد يعني نتحط معاه واحد كمان. اما تضرب اللي اتنين والستين في اتنين هيبقى الناتج بتاعهم كام؟ مية اربعة وعشرين. زائد واحد بقت كام؟ بقت مية خمسة وعشرين. تاخد المية خمسة وعشرين وتكتبها وانت متطمن في الناتج. طيب نشوف مسألة كمان. مية خمسة وعشرين على خمسة. العدد المقسوم احده كام؟ احده خمسة. اخد العدد اللي عليه صار الخمسة ده كله. اللي هو الاتنشر واضربه في الاتنين. الاتنشر في اتنين باربعة وعشرين. زائد واحد يبقى خمسة وعشرين. اخد الخمسة وعشرين. واكتبها فين؟ واكتبها في الناتج بتاعي. طيب. نشوف مسألة كمان. ميتين خمسة وثلاثين على خمسة. طبعا هنا العدد المقسوم احده خمسة. اخد العدد اللي عليه صار ده كله. اللي هو الاتنشر واضربه في اتنين. تمام؟ واضف له واحد. ده بالتلاتة وعشرين في اتنين بستة واربعين. زائد واحد يبقى سبعة واربعين. اخد السبعة واربعين واكتبها فيه. الناتج. ادي حالتين للإسماء على خمسة. طيب. تب اعمل ايه بقى لو العدد المقسوم الاحد بتاعه. لا هو صفر ولا هو خمسة. سهلة جدا. هديك طرقك ويسة جدا. تعرفها. وتعرف تقسم بها على خمسة في التلات حالات. طبعا عندي هنا تلتمية تلاتة واربعين. الاحد بتاعها لا هو صفر ولا هو خمسة. طب هعمل ايه مستر. اقول لك طريقة سهلة جدا. خد العدد اللي هو المقسوم ده كله واضربه في اتنين. طب وبعدين اقولك اضرب العدد ده في اتنين الاول وبعد كده هقولك تعمل ايه? تعالوا كده نضرب التلتمية تلاتة واربعين في اتنين تعالوا يا. التلاتة في اتنين بستة. اربعة في اتنين بتمانين. تلاتة في اتنين بستة. طلع عندك كم بقى النتج دلوقتي? ستمية ستة وتمانين. هنكتبها كده? لا. انا بأس معنا كم? معنا خمسة اخد بالك. اخد اول رقم اللي هو الستة ده وتحط كده ايه? علامة عشرية. طلع عندنا النتج تمانية وستين وستة من عشرة. طيب نشوف المسألة اللي بعده ميتين اربعة وتلاتين على خمس عند هنا الاحد. لا هو خمسة ولا هو صف. تب اعمل ايه? ده انا بأسم على الخمسة. تاخد المقسم كله وتضربه في اتنين. وبعدين يا مستر زي ما عملنا في المسألة. تعالوا كده نشوف. اللي اتنين في اربعة بتمانين. اللي اتنين في تلاتة بستة. اللي اتنين في اتنين باربعة. طلع اربعمية تمانية وستين. طيب هكتبه كده? اقول لك لا. بأخد العدد ده? اول عدد او اول رقم عندي اللي هو التمانية واحط علامة عشرية. اوعة تنسى. طب مسألة كمان. عندي هنا ربعمية اتنين وتلاتين على خمسة بأسم على خسم. الخمسة. لكن الاحد لا هو صفر ولا هو خمسة. اعمل ايه? اخد المقسم كله واضربه في اتنين. دعالوا كده نضرب في اتنين. اللي اتنين في اتنين باربعة. اللي اتنين في تلاتة بستة. اللي اتنين في اربعة بتماني. طلعته من امية اربعة وستين هكتبه كده? اقول لك لا. شوف اول رقم عندك اربعة وحط علامة عشرية. اه دي التلات حالات للاسمة على خمسة. الحالتين الاولين دول انا اخدتهم قبل كده وشرحتهم بالتفصيل في فيديوهين. لكن طبعا اه لان في حالة تالتة فانا قلت لازم اجيب التلات حالات عشان تبقى التلات حالات كلهم مجمعين في حلقة واحدة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد وانتظرونا مع القسمة المطولة بدون قسمة مطولة. انا هعلمك ازاي تعمل الاسم المطولة من غير ما تعمل الاسم المطولة على الاطلاق. انتظرونا في الحلقة دية. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.